السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة رضي الجسر جديدة كنتمنى أنكم تكونوا بخير وأحوالكم طيبة الفيديو ديال اليوم سنشارك معكم في وصفة متميزة خاصة وناجحة كيف الوصفات اللي من قبل فكما كتعرفوا معي أن العناية بالبشرة من أحد أهم المواضيع المهمة لكل سيدة بشكل إجمالي فكل سيدة كتسعدوا من إلى تمتع بشرة نظرة وصافية خالية من العيوب سنقدم لكم أفضل سيروم للعناية بالبشرة سنحضروا بمكونات بسيطة بتكلفة قليلة لكن الفوائد دياله عظيمة ممتازة أحسن من اللي يتبع بمكونات 100% طبيعية سنحضروا سيروم غني بالكولاجين والفيتامينات المغدية رائع جدا في إزالة تجاعد وترميم البشرة وترطيبها بعمق سيروم بخلاصة الزعفرة الحر لتجديد وإعادة هيكلات البشرة بشكل كبير وبالنسبة الأساس الوصفة ديال اليوم هو الزعفرة الحر اللي هو البهار الأغلى تمنى الأعظم فائدة في العالم كيدخل في تحضير أغلى مستحضرات جميلية للعناية بالبشرة نظر الفوائد دياله جمالية الكتيرة سنحضروا سيروم رائع ممتاز جدا لجميع أنواع البشرة بتركيبة غنية والنتائج دياله رائعة جدا فخلاصة مكونات الزعفرة مع إضافة زويت البيضاء سنحصلوا على خلاصة أو تركيبة قوية غنية جدا في محاربة كل مشاكل البشرة ستمنى تتبعوا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا على كل مكونات باش غدين حضروا هاد السيروم وما تنسونيش من لايك طبعا إلى عجبكم الفيديو وفرجة ممتعة فأول حاجة غدين نحتاجوها باش غدين حضروا السيروم ديالنا غدين نحتاجو المكوين أساسي اللي هو أساس ديال هاد الوصفة غدين نحتاجو في الزعفران الحر كما كتشوفوا معايا فغدين حاول تكر لكم بعض الخصائص دياله غدين نختصرها لكم فوائد ديال الزعفران عديدة لا تعد ولا تحصى كما كتعرفوا معايا أنه البهار الأغلى تمنام والأعظم فائدة في العالم فكي يساعد بشكل كبير في تعزيز صحة وجمال البشرة فعال في حماية خلايا وأنسجات البشرة من الأشعة فوق البنفسجية واللي كتسبب في إسميرار البشرة ممتاز توحيد لول البشرة وإزالة تسبغات مكوين غني جدا بالفيتامينات والمعادن ومضادة الأكسادة الهامة لكتساهم في تغذية وترطيب وعلاج البقاء الدكنة والتجاعب كيتوفر لخصائص مهمة مقاومة للالتهابات كي يصلح لجميع أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة فبالنسبة للرائحة دياله كيتميز بوحدة الرائحة اللي قوية بالزاف هذا طبعا إليك الزعفران الحر وما كانش يعنيش نوعية أخرى يعني اللي يكون مزور فحاولوا أنكم تاخدوهم عند شي واحد اللي يكون ثقة غادي نحتاجوا المكوين آخر اللي هو القليسيرين فالقليسيرين ممتاز في علاج مشاكل البشرة خصوصا الحساسة كالحكا والتقشر والبطور كيرطب بشكل كبير وكيزيد من نعومة البشرة كيحميها من تشقق الناتج على الجفاف وكيوازن نسبة الزيوت في البشرة أول زيت غادي نحتاجوا زيت بودور المشمش اللي غنيب كل فيتامينات اللي غا تحتاجها البشرة من تغذية وترطيب وتقشير في مضادات أكسدة قوية كتعمل على تأخير شي خخط البشرة كيعاجلنا مشكل حب الشباب والأطار ديالو ممتاز جدا في تفتيح وتوحيد لول البشرة كيتوفر على تركيزات عالية من الفيتامينات كيسهم بشكل كبير في علاج الكلف والنمش وغادي نحتاجوا الزيت السمسم أو زيت الجنجلان فكيمتلك خصائص كتير من الفيتامينات والمعادن المهمة لتغذية وعلاج وترميم البشرة كيرطب البشرة بشكل كبير كيرمم خلايا الجل التالفة كيسهم في علاج للتهابات البكتيريا وكيبطأ شي خوخة الجل مطاهر ومحارب للجفاف البشرة ممتاز جدا في تفتيح لون البشرة وكيعاج لنا مشكل تسبوغات بشكل كبير غادي نحتاجوا النوع آخر ديال الزيت اللي هو زيت اللوز المر زيت الغنية والفعالة في علاج تسبوغات والحفاظ على نظارات البشرة زيت غني كيدخل في تحضير العديد من المستحضرات الجميلية كيتوفر على فيتامين بي وفيتامين أو وهي من أهم الفيتامينات الضرورية لصحة البشرة كيخفف الهالات السوداء ويرمم البشرة ويعاجل الالتهابات البكتيريا بالبشرة ومقاوم للشي خوخة وغادي نحتاجوا لفيتامين أو اللي بالدور دياله كي يحملنا الجلد ويمنع الندوب كي عاجل تسبوغات في نفس الوقت كي عزز لنا إنتاج الكولاجين ويبقى كمادة حافظة وغادي نحتاجوا طبعا فاش غادي نحضروا السيروم ديالنا غادي نحتاجوا أي حاجة تكون يعني منزجاج على هذا الشكل باش غادي نوضعوا فيها السيروم ديالنا من بعد ما غادي نحضروا بالنسبة لطريقة تحضير ديال السيروم فحاولوا أنكم يعني ما تقلدوش بالكيميا اللي حضرت أنا فقط أنني أعطيت لكم المكونات وانتوما لكم الاختيار يعني تحضروا الكيميا اللي بغيتوا انتوما تكون قليلة أو كتيرة فبالنسبة للكيميا اللي حضرت معاكم غادي تكفيني لمدة ديال أسبوعين أو أكثر حتى الثلاثة أسابيع فغادي نحتاج تقريبا معلقة معلقة من كل مكونا اللي عندنا وبالنسبة لكم تومة في يعني تستعملوك أكثر يعني تكترو الكيميا أو تقللوها غادي نحتاج معلقة ديال زيت لغليسيرين على هات الشكل ومن بعد غادي نضيف عليها معلقة ديال زيت لمشميش أو بودور لمشميش ومن بعد غادي نضيف عليها معلقة من زيت سيمسيم وغادي نضيف معلقة ديال زيت اللوزلمور وبالنسبة لسيروم الزعفرار الحر اللي غادي نحضروا كيتوفر على خصائص مقاومة للالتهاب متالي جدا لأصحاب البشرة الحساسة كيتوفر على مادة ملطفة ورائعة في التفتيح لأصحاب البشرة المختلطة في نفس الوقت أصحاب البشرة الدنيا حتى وما يمكن لهم أنهم استفادة من الأحمد القوية في الزعفرار الحر وغيرها من المكونات اللي عندها تأثير قوي ومفيد للبشرة أصحاب البشرة الجافة حتى وما يمكن لهم يستفدوا من سيروم ديالنا فهو مرطب ومغدي لأصحاب البشرة الجافة أو شديدة الجافاف فبالنسبة لهذا السيروم هذا يعني في خصائص مفيدة لكل أنواع البشرة كما ذكرت لكم من قبل وبالنسبة للمكونات اللي استعملت زيوت معصرة طبيعية 100% وبالنسبة للزعفرار الحر حولوا أنكم تاخدوا الزعفرار اللي يكون يعني نوعية جيدة باش في الأخير نحصلوا على واحد السيروم اللي يكون في واحد تركيبة غنية وقوية باش غادي نستعملوا البشرة ديالنا من بعد ما خلط المكونات كلهم على هاد الشكل كما كيبال لكم معلقة ديال الجليسيرين ومعلقة ديال زيت المشمش معلقة ديال زيت السمسم ومعلقة ديال زيت اللوز المر غادي نضيف عليهم خمس قطارات ملا فيتامين أو كيبقى كمادة حافظة بالنسبة يعني تقدروا تعوضوا بلا فيتامين سي إلى متوفر عندكم غادي نخلط المكونات ديالي نزيان مزيان على هاد الشكل وغادي نوضعهم على الجنم غادي ناخد العلبة او اي حاجة فاش غادي تديروا السيروم ديالكم غادي ندير فيها الكيمية من الزعفرال الحر على هاد الشكل فحاولوا انكم تديروا فبالنسبة للكيمية يعني اللي بغيتوا انتمها حاولوا انكم تديروا تقريبا واحد عشرة او اكتر ديال شعيرات ديال الزعفرال الحر على هاد الشكل غادي نوضعهم في العلبة اللي غادي نستعمل فيها السيروم على هاد الشكل ومن بعد عاد باش غادي نضيف عليهم المكونات اللي خلطنا وكانت من ان شاء الله انكم تجربوا هذا السيروم هذا اللي لنا فعلا كي يستحق التجربة فالفوائد دياله انه كي يعالج لنا تجاعيد البشرة كيفتح لنا لو البشرة كي يعالج لنا مشكلة حب شباب والاتار دياله وكي حارب لنا البقاع الداكنة وعلامة تقدم بالسن كي يصفي لنا البشرة وكي يجدد الخلايا ديالها وفي نفس الوقت كي توفر على خلاصة الكولاجين اللي كي يعمل على اعادة هيكلة البشرة واخفاء الندوب والبقاع وجعل شكل البشرة اكتر رطوبة ونظارة كانت من ان شاء الله انكم تجربوا لان فعلا كي يستحق التجربة في المكوينة دياله كلها طبيعية ومغدية بالنسبة لسيروم ديالنا من بعد ما خلطنا المكوينة ديالنا كلهم على هذا الشكل كي ما كيبال لكم كانت من ان شاء الله طريقة تكون واضحة في الفيديو فبالنسبة لطريقة الاستعمال ديال هاد السيروم فحاولوا انكم يعني ما تستعملوش من المرة اللولة اللي كتتحضروا فيها غدي تحاولوا انكم توضعوه في واحد المكان عندكم في المكان اللي كتتوضعوه في المستحضرات الجميل ديالكم وغدي تحتفظو به لمدة ديال اسبوع حتى كي يتلق لنا ذاك الزافرة الحر في دوك الزيوت عاد باش غدي تستعملو البشرة ديالكم طريقة لاستعمال دياله غدي تحاولو انكم توضعوه كاي سيروم لكتستعملو البشرة ديالكم غدي تديروه على البشرة ديالكم تكون ضيفة من قبل ومن بعد غدي تستعملوه كل ليلة قبل ما تنعسوه غدي تحاولو انكم تديرو السيروم على البشرة ديالكم او تطبقوه على الوجه ديالكم باحد المساج او تدليك يكون خفيف على البشرة باش تمتصوا البشرة يعني ما توضعوش وتخليوه حاولو انكم تديروا واحد المساج باش البشرة تستفد من كل مكونات اللي في سيروم ديالنا فبسهولة كتمتصوا البشرة كما كيبال لكم فبالنسبة للهالات السوداء مفيد جدا للهالات السوداء حاولو انكم توضعوه تحت العين ديالكم وتديرو واحد تدليك خفيف لتحت العين فانتمنا ان شاء الله الوصفة ديال اليوم تنالي اعجاب ديالكم وتجربوها وتنفعكم واكيدة انها غدي تعجبكم وتنالي استحسان ديالكم لانه فعلا كيعطي واحد النتائج لزوينا بزف فمن لا يستعمل اول كيبال لكم بان الوجه ديالكم كفت في واحد نظارة واحد الاشراقة بالنسبة لطريقة الاحتفاظ ديال سيروم ديالنا فتحتفظوا به في اي مكان كتوضعوه في مستحضرات جميلية ديالكم كنت من الفيديو ديال اليوم ان الاعجاب ديالكم تكونوا استفتوا معايا فيه ما تبخلوش عليا باللايك والبرتاج وكن شكركم بزف على الدعم ديالكم شكرا لكم بزف بزف وشكرا للناس جداد اللي ينضافوا عندي في القناة شكرا للناس او المتتبعين او في القدام اللي عندي في القناة كنت من ان شاء الله لقاكم في فيديو قادم مع السلامة استودعكم الله الذي لا تضيعوه دائعوه